بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم وتقدير المجموع والفرق للصف الرابع الابتدائي لنبدأ درس اليوم سنتعلم بإذن الله تقدير المجموع والفرق تدخل ليلى جزءا من مصروفها لشراء الخاتم والساعة الموضحين في الصورة المجاورة كم ريالا تقريبا تحتاج لشرائها لاحظ أن الساعة بـ 119 ريالا والخاتم بـ 67 ريالا وهنا طلب السؤال تقريبا عندما ترد كلمة تقريبا في المسألة فإننا نفهم أن المطلوب هو تقدير الإجابة أي إعطاء إجابة تقريبية من الإجابة الدقيقة ونتذكر الدرس الذي أخذناه سابقا وهو تقريب الأعداد من خلال التقريب نستطيع أن نوجد ناتج تقديري لكي نقدر الناتج فإننا أولا نختار منزله أو يكون السؤال قد حدد لنا منزله فهنا كم ريالا تحتاج ليلة لشراء الخاتم والساعة مقربا إلى أقرب عشرة مقربا إلى أقرب عشرة نكتب العددين كما تعلمنا سابقا نضع خط تحت المنزلة المطلوبة وهي منزلة العشرات ودائرة حول المنزلة التي عن يمينها ثم نقرب لاحظ أن تقريب 119 بما أن العدد الذي حوله دائرة يساوي خمسة أو أكبر والتسعة أكبر من الخمسة نضيف واحد على ما تحته خط فيصبح الناتج التقريبي 120 وهنا أيضا نكرر نفس العملية نضع خط تحت منزلة العشرات ودائرة حول العدد الذي عن يمينها وأيضا أكبر من خمسة فنضيف واحد إلى الستة فتصبح السبعة ونضع الباقي أصفار إذن التقريب سبعين الآن 120 زائد سبعين يسهل علينا إيجاد ناتجها ذهنيا وهي ناتج تقريبي وليس ناتج دقيق لمجموع قيمة الساعة والخاتم 120 زائد سبعين يساوي 190 السؤال لفظي إذن لازم يكون لدينا جوابا لفظي إذن تحتاج ليلة إلى 190 ريالا تقريبا إذن تحتاج ليلة إلى 190 ريالا لشراء الساعة والخاتم تقريبا لا بد من ذكر كلمة تقريبا لماذا نؤكد على هذه الكلمة؟ لأن الناتج هنا مقدر وليس ناتج دقيق لنبدأ بالأمثلة مثال واحد قدر الناتج بتقريب العدد إلى أقرب قيمة منزلية معطاة لاحظ 687 زائد 331 100 إذن مطلوب التقريب إلى أقرب 100 الخطوة الأولى نكتب العددين الخطوة الثانية نضع خطا تحت المنزلة المطلوبة ودائرة حول العدد الذي عن يمينها مباشرة العدد أكبر من خمسة نضيف واحد على ما تحته خط تقدير 686 700 وأيضا نكرر العملية 331 المئات نضع تحتها خط ودائرة حول المنزل التي عن يمينها إذن تقدير 331 لاحظ معي أن الثلاثة أقل من الأربعة إذا كانت تساوي أربعة أو أقل نترك المنزل التي تحتها خط كما هي ونضع الباقي أصفال إذن تقدير 300 أو تقريب 331 و300 700 زائد 300 يسهل حسابها الذهنية ويساوي المجموع ألف 700 زائد 300 تساوي ألف نأخذ مثالا آخر قدر الناتج بتقريب العدد إلى أقرب قيمة منزلية معطاة العدد الأول 37215 ناقص 6972 والمطلوب أن نقرب إلى أقرب ألف لاحظ مهما كانت العداد كبيرة فلا يعني ذلك أن المسالة صعبة ولكن المطلوب مننا أن نفكر جيدا ونبدأ خطوة 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 الأولى نكتب العددين العدد الأول في الأعلى ناقص العدد الثاني في الأسفل لاحظ معي أن المنازل مرتبة ولا يهم مهما كانت العداد نأتي المنزل المطلوبة هي الألف أين الألف؟ أحد عشرات مئات ألوف نضع تحتها خط الآن ننتقل المنزل التي تليها ونحيط عليها بدائرة مباشرة نكتب العدد الكبير الذي أكبر من المنزل التي تحتها خط ونشاهد الذي حوله دائرة هل هو أكبر من أو يساوي خمسة؟ لا إذن نترك السبعة أو العدد الذي تحته خط كما هو والباقي نضع الأصفار فتقدير سبعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة عشر بالتقريب إلى أقرب ألف هو سبعة وثلاثون ألفا ستة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون نضع خطا تحت الستة ونحيط على الذي عن يمينها بدائرة لاحظ أنها تسعة أكبر من الخمسة إذن نضيف واحد إلى ما تحته خط فيصبح لدينا التقريب سبعة آلاف والعملية ماذا؟ العملية طرح سبعة وثلاثون ألفا ناقص سبعة آلاف يساوي ثلاثون ألفا الآن نبدأ التمرينات ولاحظ معي أن الهدف من كل هذه العملية هو أن نستطيع أن نوجد ناتج تقريبي بطريقة ذهنية أي بدون أن نكتب مباشرة نوصل إلى الناتج الآن في هذا التمرين نقدر الناتج بالتقريب إلى القيمة المنزلية المعطاة لاحظا المطلوب هنا إلى أقرب عشرة لاحظا الواحد وتسعين قريبة مباشرة من التسعين فهي بزيادة واحد فقط على التسعين بينما سبعة وعشرين قريبة من الثلاثين لماذا؟ لأنها فعلا قريبة من الثلاثين بينها وبين الثلاثين فقط ثلاث أعداد سبعة وعشرين ثلاثين ثلاثين إذن فهي قريبة من الثلاثين سوف يكون ناتج التقديري تسعين ناقص ثلاثين يساوي ستين نكتبها مباشرة تسعين ناقص ثلاثين وفعلا يمكن حسابها ذينيا وهي أسهل من حساب واحد وتسعين ناقص سبع عشرين تسعين ناقص ثلاثين يساوي ستين مثال آخر ثلاثين واثنائين 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 ناقص ثمن وسبعين نقرب إلى أقرب مباشرة ثلاثين واثنائين واثنائين Çok من ثلاثمئين ناقصmetro 99% قريبة إذن ثلاثمئة ناقصнения يساوي ميتين وفعلا ثلاثمئة ناقص Worlds يساوي مئتين عدد آخر ومسألة أخرى 34790 زائد 32009 مباشرة أقرب إلى أقرب ألف نضيف واحدنا فتصبح 35 ألفا 35 ألفا أضعها في ذهني هنا 32 ألفا لأن بعدها صفر مباشرة نتركها 32 ألفا 35 ألفا زائد 32 ألفا نمكن حسابها ذهنيا وتساوي دعني أفكر قليلا أضع على 35 في ذهني وفي المنطق وعلى الجهة اليمين وعلى اليسار أضع 32 ألفا نجمع 35 زائد 32 تساوي 67 إذن الجواب 67 ألفا 35 ألفا زائد 32 ألفا تساوي 67 ألفا 128 زائد 860 نقربها المطلوب الجاد ناتج التقريبي بالتقريبي إلى أقرب 10 لاحظ 128 قليلا 130 680 مقربة إلى أقرب 10 ولا يمكن تغيير هذا العدد 130 زائد 860 تساوي 990 990 مسألة أخرى 65 ناقص 18 65 إذا نقصنا منها 18 ولكن بالتقريبي إلى أقرب 10 نقرب 65 إلى 70 18 إلى 20 70 ناقص 20 يساوي 50 أحسنتم وبرك الله فيكم وبذلك نكون قد اقتربنا من نهاية الدرس في هذا المثال التقويمي المطلوب اكتشف القيمة المنزلية المقربة في كل مما يلي ثم أوجد الناتج التقريبي لاحظ معي أن هنا مسائل مقربة المطلوب اكتشاف المنزل وكتابتها هنا ثم إيجاد الناتج هنا العدد الأول 43 زائد 126 لاحظ معي أنها مقربة إلى أقرب عشرات أقرب عشرات طيب لأن هنا الأحات صفر والعشرات موجودة هنا الأحات صفر والعشرات موجودة 130 زائد عفوا 40 زائد 130 مقربة إلى أقرب عشرة والناتج التقديري هو 170 هنا المطلوب التقريبي إلى هنا 690 و2133 أصبحت 700 وهنا زائد 2100 إذا مقربة إلى أقرب 100 والناتج 700 زائد 2100 تساوي 2800 هنا 8633 ناقص 2412 أصبحت 9000 ناقص 2000 مباشرة مقربة إلى أقرب 1000 لأن هنا 2000 وتسعة ألاف وكلها ألوف والناتج 9000 ناقص 2000 يساوي 7000 تعلمنا اليوم تقدير المجموع والفرق وقلنا لإيجاد الناتج التقديري للمجموع للجمع أو للطرح فإننا نتبع الخطوات التالية الخطوة الأولى نضع خطا تحت المنزل المطلوبة وهنا طلب المياه نضع خطا تحت المياه هنا وتحت المياه هنا الخطوة الثانية نضع دائرة حول العدد الذي عن يمينه لاحظ أننا نضع دائرة هنا ودائرة هنا الخطوة الثالثة إذا كان العدد الذي حوله دائرة يساوي أربعة وأقل مثل هذا العدد يساوي أربعة فإننا نترك العدد كما هو وثم نضع بدلا عن الأعداد التي عن يمينه أصفر ولو كان هناك عداد عن يساري نتركها كما هي إذن تصبح مئتين زائد العملية جمع نضع زائد الخطوة الرابعة إذا كان العدد طبعا العدد الآخر وهنا يساوي خمسة وأكثر وفعلا أنه أكثر من خمسة فإننا نضيف واحد إلى العدد الذي تحته خط ثم نضع بدل العدد التي عن يمينه أصفر فيصبح ألف أربعمائة الخطوة الأخيرة نقدر الناتج وهو بإيجاد الناتج العددين الجديدة مئتين زائد ألف أربعمائة تساوي ألف وستمائة وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم التفوق دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته